أبرز الحاجات اللي الناس دايماً بتتعامل فيها أو بتسأل عنها بطاقات التموين عايز أعرف من حضرتك إيه الجديد في هذا الملف وفكرة مستحق الدعم المعايير اللي بتحدد المستحقين وإن كان هناك بعض الأمور اللي استجدت ممكن نعرف بيها الناس دلوقتي بشكرك طبعاً وزارة تموين والتجارة الداخلية من الوزارات الاقتصادية الخدمية على مستوى الدولة هي تساهم بخمس إجمالي الناتج المحلي وهذا القطاع قطاع التموين والتجارة الداخلية بيوظف تقريباً تلت الكثافة التوظيفية في مصر عندنا عشر مليون يعمل بالتموين والتجارة الداخلية فهذا القطاع قطاع النشط يستوعب عمالة فهو قطاع كثيف العمالة من ضمن المهام الرئيسية هو الجزء الذي يتعلق بالإمدادات وتأمين الغذاء والدعم حضرتك ذكرت فيما يتعلق بالبطاقات أو البطاقات التمونية عدد المستفيدين في البطاقات في سلع زي الخبز 72 مليون مواطنة وعدد المستفيدين من المقرارات التمونية اللي هي السلع التمونية اللي هي تصل إلى 20 سلع ما يقرب من 64 مليون مواطنة وكانت هناك دائماً مقولة أن يذهب الدعم إلى مستحقية وأنا أتكلمش بس على دعم الغذاء أتكلم دعم الغذاء تعليم صحة محروقات إجمالي الإجمالي الإنفاق على الدعم في موازنة الدولة ما يقرب من 327 مليار جنيه بيخص حضر الكوات دي منهم بقى ليخصنا 90 مليار مخصص للتموين والدعم حصل تفرات كثيرة في خلال الثلاث سنوات الماضية أن ارتقى الدعم المقدم للمواطن من 20 و 22 جنيه إلى 50 جنيه للفرد في الشهر فدي كانت نقلة أنك أنت بتزود مخصصات الدعم للمواطن المستحق لهذه الخد طيب عملنا مجموعة من المحددات على أساس أقدر أقول من يستحق الدعم قلنا محددات في الإنفاق في الاستهلاك في الملكية وفي الحيازة لأن فجئنا أن في مواطنين مهاجرين وبيصرفوا الدعم طبعا مش هما اللي بيصرفوا الدعم ولكن هناك يعني وسطاء آخرين بيصرفوا دعم نيابة عنهم هناك ناس توفاهم الله وما ذالوا على قواعد البيانات في صرف الدعم هناك ناس لا تستحق أن هي تصرف الدعم لأن الإنفاق بتاعها أو استهلاكها أو حيازتها سواء في كهرباء أو في تليفون محمول أو في مدارس أو في أراضي أو في سيارات عنده الملاء المالية إحنا لو نقدر ندعم كل المجتمع سوف ندعمه ولكن ما هو مخصص لنا يجب أن يذهب إلى من يستحق أو الشريحة الأولى بالرعاية طب هناك ناس ترجمة نانسي قنقر